في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها على رأس وفد اقتصادي إلى مملكة تايلند اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الصناعة التايلندي سعادة السيد أوتاما سافنيانا وخلال الاجتماع بحث الوزيران واقع العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها ورفع معدلات التعاون والعمل المشترك بينهما بما يصب في صالح اقتصاد البلدين الصديقين وفي هذا الصدد أكد الزياني حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين الموقرة على السعي المستمر لتطوير علاقات البحرين الاقتصادية بكافة دول العالم وبالأخص الدول الصديقة التي تحظى بعلاقات عريقة وراسخة مع مملكة البحرين معربا عن ترحيب البحرين بكافة الاستثمارات والمشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الموقع الاستراتيجي للبحرين لإقامة مشاريعها واتخاذها كموقع إقليمي بأعمالها في المنطقة إضافة إلى اتخاذها كمركز للاستثمارات الصناعية التايلندية ومركز تجاري للتصدير إلى البلدان الأخرى بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنمية الصادرات حيث تعد تايلند واحدة من أكبر الاقتصادات المصدرة أقفل مؤشر البحرين العام هذا الأسبوع مرتفعا بنسبة 1.15% عن مستوى 1330 نقطة حيث ساهم قطاع الاستثمار في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والسكوك والصناديق العقارية بنسبة 43.17% المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تجاوزت كمية الأسهمي ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 28 مليون و527 ألف سهم ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت الخمسة ملايين و238 ألف دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 398 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 18 شركة ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات أخرى فيما احتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الصناعة أما على مستوى الشركات فقد جاءت شركة ألمانيوم البحرين ألبا في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني مجموعة البركة المصرفية من المقرر أن يتم إطلاق العمليات التشغيلية لبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي طبقا للجدول الزمني المحدد مع الوفاء بكافة المنجزات المستهدفة والمعايير المطلوبة وذلك وفقا لما أعلنه وفد بن شباب الموظفين في شركة مطار البحرين مؤخرا أمام لجنة عالمية من خبراء الطيران في المملكة المتحدة إذ تعمل المنصة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد والمعنية ببرنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية أورات على تيسير نقل جميع العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد بمنتهى السلاسة والفاعلية وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح بأن حرص شركة مطار البحرين على اختيار مجموعة من شباب الموظفين لحضور هذه القمة المهمة يعكس ثقتها الكبيرة في قدرتهم على تمثيلها بنجاح في المحافل الدولية أكد الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف هجرس أن بيت التجار ماضم في الاتجاه الصحيح في تطبيق خطة المئة يوم المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لتكون بمثابة خارطة الطريق نحو قيادة التغيير في الغرفة وقد أوضح هجرس للنشرة الاقتصادية أن الغرفة تعيش اليوم عصراً جديداً تواكب فيه توقعات الشارع التجاري من ناحية أداء دورها لمواجهة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال نحن بدأنا من 24 اللجنة تم تغليصهم تم اعتماد معايير ومغاييس الانتخاب رئيس كل لجنة تمت استضافتهم وقعدنا معهم وتقريباً صار تغييم لكل الرؤساء إن شاء الله على الأسبوع الغادم بتطلع أسماء رأساء اللجان كانت مفاجأة كثيرة كانت عندني من ضمنها اللي هي كفاءة الناس المتغدمة والعدد الغير متوقع فهذا الدل أننا الحمد لله في التجاه الصحيح وأن الناس يعني تبغي أو حط نفسها في الموقع الصحيح والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير انتهاء أعمال الحفر الأساسية في نفق مشروع إكسبود بي 2020 وقال الطاير أن أعمال حفر النفق في شهر إكتوبر الماضي من منطقة ديسكيفري جاردن وصلت للمحطة النفقية في منطقة عقارات جوميرا للغولف في فبراير الماضي ثم استكملت أعمال الحفر حتى منطقة مجمعة بي للاستثمار وصولا لمحطته النهائية في منطقة جرين كوميونيتي وأعرب الطاير عن ارتياحه لسير العمل في مشروع مسار 2020 حيث يجري تنفيذه وفقا للبرنامج الزنمي المعتمد ويتوقع الانتهاء من أعمال الجسور العلوية في شهر نوفمبر المقبل والانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في مسار 2020 في شهر يوليو في عام 2019 وإلى قطاع الطاقة حيث أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن أوبيك ستسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018 وقال المزروعي أن منظمة أوبيك ستعمل جاهدة على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من أعلان التعاون وأضاف المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبيك هذا العام أن اللجنة المشتركة بين منتجي أوبيك والمستقلين ستراقب الالتزام الكلي وشدد أن المشاركين في الاتفاق من أوبيك وخارجها لن يتوانوا في التزامهم بالمساهمة في استقرار السوق مشددا على أن دولة الإمارات على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط هذا وأعلن وزير الطاقة الكويتي بخيت الرشيدي أن بلاده رفعت مستوى إنتاج النفط بواقع 85 ألف برميل يوميا اعتبارا من هذا الشهر ليصل الإنتاج اليومي إلى مليونين وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف برميل وتأتي هذه الزيادة بعد الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في أوبيك ومنتجين مستقلين والذي يقضي بخفض نسبة الالتزام لاتفاق خفض الإنتاج من 150% إلى 100% ما يعني عمليا زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا هذا ويتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط قوية خلال الفترة المتبقية من هذا العام النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مفاوضات بين شركتين أوبر وكريم لدمج عملياتهما في منطقة الشرق الأوسط من المنتظر أن تواجه نحو 160 شركة أوروبية عاملة في إيران عقوبات أمريكية قاسية في حال استمرار تعاونها في تنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة في البلاد ويأتي ذلك في اقتراب فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمكان المختلف عن العالم ووفقا لتقرير إحصائي صادر عن الاتحاد الأوروبي فإن 160 شركة تمثل 17 دولة أوروبية وتقول وسائل إعلام غربية أن بعض الشركات اختارت ترك السوق الإيرانية امتثالا لتحذيرات الولايات المتحدة ولتجنب مواجهة العقوبات ذكرت وكالة بلومبرغ أن بريطانيا تدرس زيادة ضريبة وقود السيارات لأول مرة منذ ثماني سنوات بهدف المساعدة في تمويل النفقات المتزايدة على قطاع الرعاية الصحية وأشارت الوكالة إلى أن وزراء الخزانة في بريطانيا قد ثبتوا الضريبة المفروضة على الوقود خلال السنوات الماضية على خلفية تباطئ نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار النفط وارتفاع نفقات المعيشة وتصر رئيسة الوزراء تيريزا مي على تخصيص الأموال التي كان يفترض أن تدفعها بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي لو لم تخرج من الاتحاد وتقدر هذه الأموال بحوالي 461 مليون دولار أسبوعيا لتمويل نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أخيراً ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة أوبرد تجري محادثات أولية مع منافستها كريم لدمج خدمتيهما لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط وأوردت بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات أن الشركتين بحثتا عدة أطر محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء كريم الحاليون النشاط المدمج الجديد بينما يبقي على أحد أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين بجانب مقترح آخر تحوز أوبر بمجبه على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر